السلام عليكم تتابعين ديالي كنتمنى تكونوا باخير وعلى اخير ويرقاكم هالفيديو في احسن الاحوال اليوم جيت و جيبت لكم الجديد كيما كتشاهدوا جيبت لكم طريقة جد بسيطة فتنظيف ترية كيما كتعرفوا ان ترية تضغية كيتوسخو كيتغبرو وكيبقى فيهم واحد البقعة كيتنقطب واحد البقعة السوداء ديال الدبان هانتو كيما كتشوفو الغبرة واحد طبايا ديال الدبان بقعة سوداء غادي يتحيدو ان شاء الله مهم هادي الطريقة المعتمدة عندنا في الدار كي نضيفو فيها ترية ديالنا غادي نشاركها معاكم اليومه كيما كتشوفو يلا اول حاجة و اول نصيحة غادي نصحكم بيها غادي تمشي وتصطفى وليجا كتور اما البعد غادي نشارك معاكم المكوين اللبسات الموجود في اي بيت يلا متنمشيو فين هاحنا كنتواجدو في المكان اللي فيها ليجا كتور اه انا صورته معاكم بالنسبة لهات البطونة الحمراهية فادي تحكم في الدار كامل ها نضيفو عليها هاتي ترية بـ هادية ترية ونضيفو هادية ترية بكل سهولة كما تشاهدون هذا هو المكوية الذي سنضيفه بها كما تعرفون الخل سنضيف المدروبيني سنضيفه قليلا شوية الخل دريرات وكما تنمسحون في الول وكما تنمسحون في الاخر تجنب من دريرات رائع المطبخ سوف اختيارها اضافة دريرة في المنمى والخل سأخذي للمسك ستبع الميلي ومع أمام انا نرى انا من رشاد دا في الدي الكاميرا انا بيض انا نرى انا من رشاد دا في الدي الكاميرا نجد المطفد نجد المطفد يمكنك التفيد نجد المطفد طريقة جيدة بسيطة تبدأ الطريق قليلا نضيفها على خطر 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 اشتركوا في القناة 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 كما تشاهدون سلينة ترية نبعد بما مسحناها بالمورقة سوف نأخذها اما ورقة المطبخ اما دريرة مهم انتم معي تابع معي الفيديو اشتركوا في القناة انتم مكن ما تشاهدون هذه هي ترية دينا هي رجعت نبعد هانتم نبغادين نمشي ونشعلو لي جان كتور ونشعلوها معكم من هذا الطباعي يعملون بقعش نضيف الكاميرا اشتركوا في القناة ومتوفر في كل بيت وكنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناة وتبارتجي ومع الاهل والاحباب باش يوصلكم كل ما هو جديد ولايك الفيديو وشي تعليقات دي ولكم الزوينة الى فيديو قادم ان شاء الله ومضمتم في رعاية الله ومع السلامة اشتركوا في القناة